13 سنة مر اليوم على طير جزائر صفحة الدمار بعد عشرية كاملة لولا المبادرة بمثاق المصالحة الوطنية التي حققت هدفها الأمني واستعادت منطقة تولاد حليمة بولاية استيف عفيتها إلى أن سكان المنطقة يطالبون اليوم بتمكينهم من ضرورة الحياة من أجل إعادة إعمار المنطقة الأمن الله يبارك دركة تنمية تخصنا ما كان ولو أحد ما جبع لنا كان لسونطر من تحت الحجم الساعة كان واحد ما يقدر حتى واحد يقرب هنا وكما رأكم تشوفوا الحمد لله مصالحة الوطنية جابت النتيجة ما كان لسطاد لجان الخدمة مكانش تسبونسير مكانش كان مدرسة واحدة بلك فيها زوج كلا يصلت لها يقرأوا غير الابتدائي سياب لازم يدي بلاصي والبابور والسرج الغول هذه المنطقة هاجرها أهلها خلال عشرية السوداء لكن المصالحة الوطنية التي كانت تقريبا من حوالي عشرين سنة أتت بثمارها أين عمل أمن والأمن في هذه القرية ونلاحظ حتى عودة بعض السكان إلى هذه القرية لكن للأسف الشديد عزوف البعض الآخر والكثير منهم بسبب غياب التنمية تحرير جبال بابور بفضل المصالحة الوطنية إلى أن لا تزال أثر التخريب والدمار التي طلت قرى ومداشر بكاملها تبقى دعوات سكان المنطقة بتهيئتها وتعديلها لازم تدعم القرى ومداشرها بسكو عاناو العشرية السوداء وما زالوا يعانيو بها واحد اللي ويل في المدينة يقول اللي يجي عيش هنا ما كانش منها أبسط حاجة تسبونسير للبلدية إذا كانت تنمية شاملة وكاملة ووافية التي يحتاجها المواطن مثل الطرق والغاز والسكن الريفي والسكنات والعامل في ذل تيهاني بين العيش بين المدن والأرياف يبقى سكان منطقة البابور في انتظار تسوية وضعياتهم